بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نلتق اليوم في محاضرة جديدة في السلوك التنظيمي تحديدا في الفصل السادس عندما نتحدث عن موضوع الاتجاهات والقيم يهدف هذا الفصل إلى التمييز بين القيم والاتجاهات ثانيا قياس الاتجاهات وكيفية تكوين كل من القيم والاتجاهات مقدمة الاتجاهات والقيم تعتبر من أهم المواضيع التي نقشت في حقل الإدارة وذلك لتأثيرها المباشر على سلوك الأفراد داخل المنظمات وفي هذه الوحدة بإذن الله سوف نتناول مفهوم كل من القيم والاتجاهات وكذلك كيفية تكوين كل من القيم والاتجاهات نبدأ في محاضرتنا اليوم ونخصصها حول الاتجاهات نتناول مفهوم الاتجاهات وكيفية تكوينها وكذلك خصائصها أولا مفهوم الاتجاهات الاتجاه هو الاستعداد المسبق للاستجابة لبواعس معينة بطريقة معينة الاستعداد المسبق أي أن الفرد يكون هنا لديه تهيئة أولية هذه التهيئة تجعله يتصرف بطريقة ما في موقف ما أو في حدث ما أو مع أفراد ما أو في مواضيع ما أو في أي شيء هذه التهيئة المسبقة تفسر لماذا تصرف الفرد بهذه الطريقة في بعض الأحيان نجد أن سلوك الأفراد لا يتفق مع أو سلوك الفرد لا يتفق مع اتجاهاته وهذه لكي نعرف أن مثال لكي نعرف هذه النقطة مثلا إذا كان بعض الأصدقاء طلبوا منك الذهاب معهم إلى السوق مثلا أو للتسوق فهنا قد لا تكون لديك رقبة أو قد لا يكون لديك اتجاه للذهاب إلى ذلك السوق تحديدا ولكن لأن الأصدقاء أصروا عليك فإذن قد تسهب معهم إلى السوق وهنا تصرفت التصرف لا يتفق مع اتجاهاتك عموما هذه قاعدة نقول ليس في كل الأحيان يتفق اتجاهات الفرد مع تصرفاتي أو سلوك الفرد مع اتجاهاتي الاتجاهات تتكون نتيجة الاحتكاك الإنسان ببيئته الخارجية وما بها من مؤسسات رسمية وقير رسمية وعلى الرغم من أن الاتجاهات تتصف ببعض السبات إلا أنه يمكن تعديلها لذلك نقول أن الاتجاهات قابلة للتقيير ودائما نقول أن الاتجاهات مثل الريشة في الهواء يعني يمكن أقل نسمة هوا تحركها يمينا أو يسارا فهي قابلة للتغيير وقابلة للتعديل تكوين الاتجاهات فهم الاتجاه الفرد يمكننا من تحديد لماذا تصرف بطريقة معين أو لماذا سلك السلوك المعين وكذلك فهم اتجاه الفرد يمكننا من التنبؤ بسلوكه طالما عرفنا اتجاهاته وكذلك التحكم في سلوكه عن طريق إحداث التقيير طالما تعرفنا على اتجاهات هذا الفرد يمكننا أن نتنبأ بسلوكه وبالتالي يمكننا أن نتحكم في سلوكه وحتى ندرس ونحلل اتجاهات الفرد ونعرف أثرها على سلوكه هذا يتطلب مننا أن نتعرف على بيئته لأن بيئته هي التي ساهمت في تكوين اتجاهاته وحتى يكون الفرد اتجاه سليم عن أي شيء لا بد أن يتلقى معلومات ومعارف من مصادر مختلفة ويب أن تكون هذه المعلومات صحيحة حتى تكون اتجاهاته أو اتجاهه يكون اتجاه سليم خصائص الاتجاهات ونختم محاضرتنا اليوم بهذا الموضوع خصائص الاتجاهات للاتجاهات ثلاث خصائص الخاصية الأولى الاتجاهات أمر مكتسب من البيئة الخارجية وكذلك الاتجاهات هي حصيلة خبرات سابقة وطالما هي حصيلة خبرات سابقة إذن هي قابلة للتقيير باكتساب خبرات جديدة أشكركم على حسن الاستماع واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا